حكاية أخرى حكاية أخرى نهارده قالك ان احنا تعاقدنا مع شركة ألمانية شركة ألمانية لوضع جدول الدولي قبل ما أعرض لك شوية صور وحاجات مهمة جدا أحب أبشرك ان الشركة دي هي رقم واحد في العالم يعني تسقيفة للناس اللي اتفقوا مع الشركة دي وجابوها تحط جدول الدولي الشركة الألمانية دي محدش تكلم عنها النهاردة أو مين هي الشركة الألمانية ولم تعلن رابطة الأندية عن اسم الشركة الألمانية هذه هي الشركة الألمانية اسمها ليجاليتيكس الشركة الألمانية اسمها ليجاليتيكس ليجاليتيكس دي هي أهم شركة في العالم تنظم جدول المباريات هذه الصورة الخلفي هذه هي الشركة المسؤولة عن وضع جداول لكثير من الدوريات والمسابقات عالميا سواء كانت محلية أو قرية طيب إيه هي الاستراتيجية بتاعت الشركة دي؟ يعني ليه الشركة دي مهمة؟ الناس دي لما دخلنا على الويب سايب بتاعهم أول حيات كانت بينها إيه؟ قالك إن إحنا بنحاول نستفيد من تكنولوجيا الزكاء الاصطناعي المتطورة لإحداث صورة في جداول الدوريات الرياضية بحيث يتم عمل الجدول في ثواني معدودة بعيدا عن الأسليب التقليدية يعني إيه؟ يعني الجو بقى بتعلوه وراء وقلم ونرسم ونخطط ونعمل جدول والكلام ده كله مفيش مفيش انت بتحط له معلومات بتحط له data وهو روح إيه؟ بيديك الجدول على طول خد الجدول أهو لا مش بس كده ده بيديك مثلا أربع خمس ست تصورات لجدول الدوري ويختار واحد بس انت بتغذيه بقى بتغذيه بتفاصيل طيب أقول لك قلية العمل اللي هم أعلنها هم بيتعاملوا مع نظام اسمه فيكو فيكو ده نظام إنجليزي شركة برضو بيتعاملوا معها دي ممكن تقول عليها لإيه مثلا الشركة اللي هي بتاعت الأمور التكنية يعني التكنية يعني الشركة بتعتمد على نظام أكواد التشفير إيه هو نظام أكواد التشفير ده بقى؟ ده بيحول البيانات اللي انت بتقدمها له اللي هو أندية وملاعب وغيره ليه أكواد مشفرة بحيث يتم صناعة الجدول بشكل تلقايا أشرح أكتر انت بتيجي تقول له الأهلي يقول لك الأهلي كود بتاعه واحد ده مشفر أنا معرفش الرقم ولا هو بيعرف الرقم الزمالك يحط له كود اتنين المصري يحط له كود تلاتة استاد القهارية حط له كود ستة استاد اسكندرية حط له كود تماما والداتة اللي انت بتدهاله فيبدأ يشتغل بشكل تلقائي انه يديك جدول عادل على الجميع فيه ناس يعني مثلا في الدول الإماراتي زي ما أنا عرفت لما تعاملوا مع الشركة دي حطوا تصنيفات للأنداية قالوا الله أنا عندي أربعة دول تصنيف أول أربعة تصنيف تاني أربعة تصنيف ثالث بحيث انه في المواجهات الأولى ما تبقاش الأندية دي بتلعب مع بعضها على طول يعني مثلا مش من الأول كده أهلي بيرامد زمالك بيرامد زمالك وأهلي مثلا انت حر بق بس انت اللي بتقدم له الدات طيب هل الشركة دي اللي الألمانية دي بتعمل بس الجدول لا بحسب ما هم حطين على الموقع بتاعهم بيقولك انه هم بيعملوا جداول بس مناسبة يعني المواعيد بتاعة المباريات بيخلوها مناسبة لزيادة عدد المشاهدين وده بيعمل ايه بقى ده بيحقق رغبة الرعاة وأهدافهم وبيستثمروا عشان يستفيدوا من كافة الإمكانيات بهدف التسويق يعني ايه يعني ما ينفعش أبقى عارف ان عندي استاد القاهرة أفضل مثلا يعني من استاد السلام ومزبوطش الأكواد اللي انا هحطها عليه بحيث ان انا أظهر بأفضل شيء عندي بيبصوا على الملاعب بيبصوا على المواعيد كل ده انت بتقدمها لهم بتقدمها لهم يحطوه على السيستم يطلع لك وماشي حرير بسهولة شديدة بأمور تقنية يعني متطورة جد طيب ترجمة نانسي قنقر